السلام عليكم ورحمة الله لاتلي عم نسمع بمصطلح متكرر جدا بين الشباب الى وهو الانتروبرونورشيب اليوم رح احكي بهذا الموضوع بالتفصيل وبشو انا فيني فيدكن وراح احكي باهداف القناة بس قبل ما نروح لهنيك وينيد دابول شوت اسبريسو اول شي شو الانتروبرونورشيب ريادة الاعمال ريادة الاعمال ببساطة انك انت بالمجال اللي مختص فيه المجال اللي بتحبه تلاقي حل لمشكلة موجودة يعني لو انت مثلا بتحب اليوتيوب مثلي انا وشايف انه فيه مشكلة بالمحتوى تبع اليوتيوب ناقصه شي معين كل العالم عم يعطوا محتوى عن شي معين وفيه محتوى مفقود فانت بتروح بتحكي بهذا المحتوى اللي هو رح يفيد كتير ناس بالتالي رح يجيب كتير متابعين فانت بتكون عم تحل مشكلة الكونسبت هذا اسمه انتروبرونورشيب هذا بابسط صور انا دخلت على هذا العالم من تقريبا سنة زمان ومن اعظم المشكلات اللي واجهتني اني ما لقيت هذا انتروبرونور مختص بس بالانتروبرونورشيب وهو بفئتي مو بس العمرية بس كمان بالمستوى الاقتصادي تقريبا اللي انا عايش فيه وانا هلا فيني اعتبر حالي افريج يعني مستوي الاقتصادي او حالتي الاقتصادية متوسطة هي مقارنة مع كتير من الشباب هي بسيطة فالمشكلة اللي رح حلة انا بهذا الشي اني انا رح امشي بهذا الطريق وانا رح استخدم اليوتيوب هاي الماتيريال الموجودة على السوشال ميديا باني انا شارك طريقي خطوة بخطوة كل شي انا بمر فيه من ناحية التطوير من ناحية البزنس موضل اللي انا عم بعمله كيف بدي كبره كيف بدي سوي له شركة كيف هاي الشركة بدي استثمر فيها بعدين ان شاء الله الكتب اللي رح اقرأها الخبرات اللي رح اكتسبها العقبات اللي رح واجهها كل هاي الاشياء رح احكي عنا ورح شاركها ورح تكون بكامل الشفافية والمصداقية ان شاء الله الهدف رح نستفاد منه اتنينا انا رح استفاد منه باني رح اسقل المعلومات اللي رح اكتسبها ورح حاول اني اجتهد اكتر واتعب اكتر من شان اقدر اعطي محتوى لليوتيوب واللي انتو رح تستفادوا مني انو انتو رح تقدروا تقارنوا تجاربكن او حياتكن او المجال اللي انتو عم تفوتوا فيه بالمجال اللي انا عم فوت فيه لانو صدقوني الانتشوبرونوشيب بجميع الاحوال فيها سمات مشتركة جدا وغالبا هي الطاغية مثلا لما منحكي عن المايندسيت تأثير المايندسيت طريقة تفكيرك بالاشياء اللي انت بدك تفوت فيها على سبيل المثال بابسط الامثلة لو حكينا عن المصاري فيه نوعين من البشر ناس بيقلوا لك خبي ارشك ليومك الاسود وناس بيقلوا لك استثمر مصاري منشان يصير معك مصاري كثير فالفكرة في عندنا طريقتين تفكير وهدول طريقتين تفكير بيترتب عليهم انه البيزنس كلها ياته يروح بطريق مختلف تماما يعني واحد هو كل شيء مصاري عم تيجي عنده عم يصرفه اول بأول او عم يستثمره والتاني عم بخب المصاري هاي الاشياء غير انه الى نتاج لبعدين كمان الى طريق التفكير background عم يبني على اساس هذا التفكير فاللي بدي يوصله انه كلام كثير ما فيني احكي بمقدمة لهيك الحلقات الجاية ان شاء الله رح تكون بكل موضوع على حدا رح يكون في فيديوهات عم تحكي فيها بالكتب اللي بقرأة او المعلومات اللي اكتسبتها وفيديوهات رح تكون بالبزنس اللي انا عم ببنيه شو هو شو هي امكانياته البوتنشل تبعه لوين بديوصل فيه انا شو في عندي هلا شو استخدمت وشو بدي استخدم قديش استخدمت مصاري رح تكون ان شاء الله بكامل الشفافية الشغلة الضرورية حابب ركز عليها ونوها عليها انا مرح اطلع لا اعلم حدا ولا افتي على حدا ولا اتفلسف على حدا يمكن رح افتي بس انه يعني انا رح انقل الخبرات والطريق اللي عم مر فيه وبالمقابل الشخص اللي عم بتابع وعم بمر بنفس المشكلة فهو فينه يتعرف على المشكلة ويعرف كيف عم واجهها كشخص عادي مثلي مثله يعني انا مرح كون والله حياتي عايش بالنعيم ومعي مصاري كثير وعم حل المشاكل رح كون عم حل المشاكل مثل ما انت اللي عم تتابعني ممكن تكون عم تحله فالحديث تشيك جدا والطريق جميل جدا وانا بقول كلمة جدا كتير وبنلتيب الفيديو الجاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله Peace